وفي لقاء خاص للتلفزيون المصرية أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن ملف الشباب هو أمن قومي للدولة مشيرين إلى أن الحكومة انتهجت سياسة كبيرة لدعم الشباب وتمكينهم النهاردة المناقشة كانت بدور على محور هم جدا وقطاع هم جدا بيلقى عناية الجميع ابتداء من القيادة السياسية والرئيس عفتاح السيسي وانتهاء بكل الفاعلين والقائمين على التنفيذ والتشريع في مصر وهو قطاع الشباب خاصة أن الشباب أمن قومي لهذا الوطن هو مستقبله وهو حاضره وهو زخيرته القادمة ولهذا كان الموضوع المطروح اليوم أمر غاية في الأهمية وهو استضاح سياسة الحكومة بشأن مراكز التنمية الشبابية الدولة انتهجت سياسة جديدة وتم تعديل القانون لتحويل المراكز وهي كان في البداية هو إنشاء مراكز تنمية شبابية بمنظور كثير التطور الجديد بقى المراكز الشباب بحيث أننا نخش معي القطاع الخاص في تطوير هذه المراكز خلينا نقول إن هذه الفكرة لم تلقى الرعاية الكاملة أو الإعلان في الإعلان عنها كلنا عارفين وكلنا بنتمنى إن مراكز الشباب تتطور ولكن ده نموذج وده نموذج نموذج مراكز الشباب هو نموذج حكومي بحث وتتولاه وكانت بتتولى تمويله والإشراف عليه وخلافه الدولة مراكز التنمية الشبابية بتعتمد على مشاركة القطاع الخاص في التطوير ترجمة نانسي قنقر